كفاية وكواليس كفاية توقعت مصادر مصرفية أن يفتتح سوق الصرف يوم غد الثلاثاء على سعر 85 ألف ليرة للدولار وأن يلامس لاحقاً الثمانين ألفاً خلال التداول رغم كل الحملات المبرمجة عن انهيار سعر الصرف مع رحيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي لأن ضخ الليرات كان مصدره مصرف لبنان وهذا لن يحدث وحجم التدفقات بالدولار في الأسواق قادر على احتواء أي عملية طلب أو مضاربة كواليس لم تستبعد مصادر أممية ارتفاع التوتر في منطقة الجزء الشمالي لبلدة الغجر الحدودية التي لا يبدو أن جيش الاحتلال جاهز لإخلائها سريعاً وتبدو المقاومة مصممة على إخراجه منها ولو بالقوة بصورة تجعل تعزيزات الاحتلال من جهة وتحركات المقاومة المقابلة من جهة ثانية مصدر قلق من شرارة تؤدي إلى اشتعال الموقف ترجمة نانسي قنقر